تعد السياحة الداخلية أحد مصادر الدخل الرئيسية لدى عدد من الشباب العدني باعتبار عدن واجهة ومقصداً لسياح من مختلف المحافظات اليمنية ويستثمر أبناء العاصمة المؤقتة عدن هذا الإقبال بصور مختلفة منها قوارب النزهة الملونة التي تجتمع أعداد منها على شواطئها لنقل المتنزهين بها إلى جزر وفضاءات لقضاء أجواء بحرية ممتعة للأسر ومدرة للمال على ملاكحة تفاصيل أوفى في هذا التقرير ينشط عدد من الشباب بالعاصمة المؤقتة عدن في العمل بقوارب النزهة مستغلين إقبال السياح والمصطافين في المناسبات والعطل الرسمية في نزهة بحرية إلى شواطئ وجزر وفضاءات مفضلة بعيدا عن الأجواء الحارة التي تشهدها المدينة وينتشر في خمسة شواطئ عيسية عدد من القوارب المنونة المصنوعة من الفايبرغلاس والمزودة بسترات النجاة وهي الدخل الوحيد الذي يتقاضاه هؤلاء الشباب وينجيهم من شبح البطالة بعد فترة طويلة زمنية من معاناتنا في غلل الأسعار والكماليات بالنسبة لما يخص البحر لقعنا لهذا العمل السياحي والحمد لله رب العالمين نكفي أسرنا في هذا الشيء الحمد لله يعني لو لهذا العمل أنا مصدر دخل أكتفي في مصدر دخلي كان كثير أو قليل الحمد لله رب العالمين وأتمنى للناس كل السعادة في السواحل هذه الجميلة وتجد بقارب النزهة الملونة والطبيعة الساحلية الخلابة الزوار من جميع المحافظات ما جعلها مقصدا للسياح في استكشاف طبيعة شواطئ المدينة وجزرها الخلابة الساحرة والاستمتاع بهوائها النقي يتمتعوا فيها مع الأهل ومع الأصدقاء ويغيروا قو وكمان عشان اليوم هذه الموسم حماء يطلطفوا بالقو وكمان يستكشفوا الأماكن عندك هناك أماكن قبال والبربرية وذلك كلام أما المضرات والله ناحية المضرة ماشي مضرة جزر شاطئية وفضاءات يقصدها المصطفون من داخل المحافظة وخارجها للتنزه بأسعار تختلف بعدد ساعات العمل تتراوح ما بين ألفين ريال إلى ثلاثة آلاف ريال للشخص الواحد يجد الشباب في هذه القوارب ملجأ لهم حيث تمثل مصدر دخل الرئيس لهم ولأسرهم خاصة أن المدينة تعيش على وقع ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب وانعدام شبه تام للقطاع الخاص لبرنامج سبوع البلد قناة المهرية عدن